السائل يقول هل يجوز الصلاة في الأماكن العامة سواء بالوقوف أو الجلوس في وجود الرجال وخاصة أثناء القيام بالزيارة في السجن ده سائلة أكيد بيكون وقت الصلاة دخل وممكن أصلي أمام أي حد ولو في أماكن عامة وتحركت أصلي وأنا وقفة هل ممكن أصلي وأنا قاعدة مع العلم أني قادرة صحيا على الصلاة واقفة يعني هيا بتتكلم تحديدنا عن ظرف خاص جدا نشخص الأصل في الإنسان الصلاة أماما لأن إذا وجد مكان للصلاة بتصلي والأصل يعني أن الإنسان ما يجد المرأة تصلي يغض بصره لكن لو إنسان يعني في مكان حس أنه فيه ناس أنجاس وده بيقى موجود في بعض السجون طبعا مش في كله عشان يكون منصفين فيه وفيه نعم وشعرت المرأة أنه لا يعني فيه ناس تنظر نظرات مش كوي فلا خلاص عليها أنها تنتظر لما ترجع للبيت أو تجمع ولها العضل في هذا اليوم في هذا الجمع لكن الصلاة أعدمها لا أجد لها دليلا يعني نعم عندش فيها إلا يعني محتاجة أرجع فيها لكن تجمع ده لنقفها يعني عندي إجابة حضرة فيها تمام جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر